أشياء جميلة ربما موازات مع ذلك لمن لا يعرف تونس مقر الاليكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ يومين أو بالأمس انتهاء كما تشوف في الصور ملتقى مهم وكلاء وزارات التربية في العالم العربي كلهم جاءوا إلى تونس لبحث إشكاليات عدة في علاقة بالتربية وأسئلتها الكبرى تعرفوا التربية اليوم عند علاقة بالإرهاب عند علاقة بالتربية على تقبل وسائل الإعلام على التنشئ المواطنية على عديد الأسئلة حينما يلتقي تعرفوا وكيل وزارة يجي بعد الوزير مباشرة في الترتيب التفاظلي للوظيفة اجتمعوا هنا بيننا في تونس حتى يتدارسوا أفق التعليم والتربية والثقافة العربية واللغة العربية خاصة في ظل هجمة شرسة تشهدها أو تعيشها اللغة العربية من قبل لغات ليست غازية هي لغات معولمة في إطار الانفتاح والتثاقف نرحب بها لكن يجب أن نحصن لغتنا كما قال غاندي حبيب أنا مستعد لن أفتح كل نوافذي على رياح العالم ولكن لن أسمح لها بأن تقتلعني من جذوري نرجع للبلاتو شفت عينات أو صور تعكس حجم هذا الحدث اللي دام ليومين في الحقيقة احتضطوا بلادنا وأزاره أو كانوا متحدثين فيه قامات معرفية وبداغوجية مهمة في العالم العربية حل بيننا ضيفا عزيزا دكتور أسعود هلال الحربي مدير عامل الكسور رحب بك أهلا وسهلا بك في القناة الوطنية المرة الأولى أعتقد أهلا بك يا أهلا بك وأنا سعيد جدا أنكم منحتوني شرف الإطلالة من خلال شاشة تونس العظيم لا عفوا أنتم منحتم بلادنا شرف استضافة هذا المنطقة الهم عن جد يعني أنا جدا سعيد ليس على الصعيد يعني المهمة حتى الأصد الشخصي تونس بروحها مدرسة للحياة تتعلم فيها كثير من النواحي السياسية والثقافية والتربية والاجتماعية قد أكون أنا محظوظ شخصيا أني أنا يكون عمله في تونس أسئلة الهوية أسئلة الإرهاب أسئلة الإعلام وتقبل في أوروبا يدرس وتقبل لبرسبشيون تع وسائل الآلام العناوين الكبرى لمنتقاكم هذا لو حطيتنا في صورة الأمر طبعا كان لقاءنا محدد خاصة في نظرة الألكسو لتحقيق الهدف الرابع من هداف التنمي المستدامة نحن عرف الهداف التنمي المستدامة 17 هدف وفق 2030 طبعا اللي هي 20-30 فأحنا كان اجتمعنا خاص بالهدف الرابع نحن كمنظمة عربية لنا خصوصيتنا لنا أبعادنا ثقافية لنا رؤيتنا الاجتماعية لنا رؤيتنا المستقبلين ويضل لنا مشكلنا أيضا طبعا ولنا خصوصيتنا لذلك نحن كان اجتماعا لتقديم رؤيتنا كدول عربية كيف نحقق الهدف الرابع بمعنى أننا نملك رئة منفردة نحن كعرب لا أريد أن أنا قد أستفيد من التجارب قد أستفيد من الدول الأخرى ولكن بمنظوري أنا فكان اجتماعنا باختصار أن هناك غايات وهناك مؤشرات كيف نقفز من الغايات إلى المؤشرات تصوصية دكتور كأنك تلمح لمقولة أو توصيف بدأ رائجا هذه الأيام الأمن الثقافي كما الأمن الغذائي تماما وموت تحسين برشة وحماية الدولة قد تنتج أجيالا لعاجزة عن التعامل مع العالم أيضا حينما تسافر الخارج قد أنت أتيت في بيت الغصيد تحديدا الآن أيضا نحن نحمل رؤية سمناها أيضا هي الأمن الثقافي العربي مطلب حضاري إنساني لذلك نحن مطلوب الأمن الثقافي ومفهوم الأمن الثقافي ليس في الأمن البوليسي كما الكلاسيك كما الأمن الكلاسيك نعم لكن هي الحماية الذاتية للذات العربية والفكر العربي لذلك نحن طرحنا كثير مقترحات كيف نحافظ على الأمن الثقافي الغذية ليست معركة عسكرية ولكن هي معركة ثقافية معركة وجود معركة ما هي مجرد هناك العرب نحن نملك تاريخ يعني عريق أيضا في صورة أخرى ليست نرجسية بمعنى أن أريد ثقافة عربية متصالحة مع الذات دون تعالي على بغتين ثقافات أو شأن متصالح مع ذاتي كعاربي ومتصالح مع الآخر ودون دونية أيضا أو أخطر شيء الشعور بالدونية لذلك نحن نحمل رؤية متوازنة بين الاعتزاز أو الشعور بذاتي وأيضا نحن ضد الانقلاق وضد أيضا التماهي مع الآخر الانقلاق يؤدي للتشدد وورثنا أو وصلنا من التشدد كثير من الألام والجراح التي ما تزال مفتوحة في الحقيقة حبيب حبك تتفاعل مضيفنا العزيز وأنت لك باع واهتمام بميدان الثقافة والتربية والعلومة مدرس أصلا تهتم بالتربية أنا أحيي دكتور مرحبا بك ولكن سؤالي فعلا هو نتحدث عن الأمن الثقافي والأمن التربوي وإصلاح العملية التربوية وغيرها السؤال هو هذه الدول العربية هل تتفق الآن على رؤية لهذه الثقافة لهذا الإنسان الذي نريد بناءه يعني مفهوم الأمن الثقافي نؤمن ماذا كيف نحدد ثقافتنا هذه الذات اليوم العربية هل بثقافة أصولية منفتحة العالم أم في الوسط نحن أمام ذات عربية متشضية مختلفة بتوجهات مختلفة بخيارات ثقافية مختلفة في دول مختلفة فالمنظمة كيف دورها أنها تجمع نفسح المجال دكتور سعود أنا أقول لأنا معكم يجب أن نكون متفقين نحن نتكلم عنه كمنظمة عربية نتفق بالسياسات العامة في الرؤى العامة لما تتكلم عن ثقافة عربية أول شيء أنا أحدد ما هيتها لا نقصد العربية بشكل عنصري تدخل فيها الجنس لا أتكلم عن منطقة جغرافية منطقة شوفيني أتكلم عن منطقة جغرافية أتكلم عن لغة عربية أتكلم عن مناخ ثقافي عربي هذه في النقطة الأولى النقطة الثانية لا بد أن أؤمن أيضا أننا بالتنوع الثقافي الخلاق يعني أنا أتكلم بصفة إجابة المشرق لما أشوف تجربة المغرب الثقافية استطاعت أن تمزج بين العربية والأمازيقية وثقافة البحر هذا اللي نحن نقول اللي نبحث عنه لذلك نبحث في الثقافات العامة بمعنى أنه الأول شيء نحدد ما هي الثقافة التي نريد أو نحددها الثقافة متصالحة مع الذات متصالحة مع الآخر تحترم حقوق الإنسان وحريات الأساسية بشكل كبير أيضا ثقافة إنسانية لها طابع إنساني في علاقة بالإنسانية دكتور سعود والثقافة اللغة رافض أساسي بل جوهري من روافض الثقافة في الحقيقة اللي يعيشوا في المهجر عندهم معاناة حقيقية وانت الموضوع ما تروح على مكتبك بالتأكيد تنمية جهود اللغة العربية وحضورها لدى أبناء المهجر وحتى لدى أبناء الداخل عندكم دور رئيسي في هذا الموضوع أنا القضية الصراحة أرضنها معركة نسميها معركة اللغة العربية في صعيد الوطن العربي وصعيد في دول المهجر لذلك أحنا أول شيء في اللغة العربية إعادة الاعتبار وعندنا إن شاء الله مبادرة ستكون في المغرب الشقيقي إن شاء الله في شهر يناير سمعناها تعزيز اللغة العربية ومضمنها الأمن اللغوي ضمن لغوية الأمن اللغوي بربي ما نكثروش من لفظة الأمن لأننا ستستدعي هو فيه مشكلة الأمن عنده الفنفو العربي ارتبط في الأمن البوليس والسياسي المفهوم الحصان بالذب الحصان تحصين تحصين وحماية للذات العربية فعندنا سيرة بالتجاه أوشي تعزيز اللغة العربية من داخل بمعنى أن تعزيز الانتاج الثقافي تغيير الخطاب الإعلامي تغيير الخطاب الثقافي بالنسبة لتفضلت في المهجر وهذه يمكن فرصة كبيرة جدا أوجهها للدكتور طاهر بطيخ اللي مثل تونس كان رجل رائع جدا كان في لقاء قبل شهر تماما واتفقنا على خطة خصوصا تزامنت وجوده في باريس قبل إطلاق الوزير الفرنسي الدعوة للاهتمام باللغوة العربية فرحن أول شيء أننا نبحث عن اللغة العربية نحن كمنظمة أول شيء نحن منظمة رسمية حكومية عربية إذن نحن مؤمنين للجانب يعني ثم تجربة نموذجية في فرنسا من خلال أبناء المهجر طبعا نحن نبحث الآن أبناء المهجر يحتاجون يعلمون أبناء من اللغة العربية لكن المشكلة قد يلجوني بعض الزوايا أو بعض الأماكن التي قد تكون بؤر تطرف وغلو بالضبط أنت أعطيتني ترانزيشن أو انتقالة لطيفة منك لأنني كنت أنوي أن أسأل عن التربية والإرهاب تم علاقة لا يمكن إنكارها اليوم مصنع أو البنينير أو المصنع للإرهاب غالبا ما يكونوا في التربية في السجون أو في المساجد كما يقول المختصون هذا ليس قولي في التربية والثقافة والليكسو هذه المنظمة العتيدة في الحقيقة ماذا قدمت في هذا الباب والمبحث طبعا الغضيه أول شيء مفهوم الأمن الثقافي أخذناها غاية ووسيلة هو أيضا غاية لتطوير الثقافة العربية وجاء الإنسانية ووسيلة لتحقيق الأمن الاجتماعي بمعنى أكثر يعني بمعنى أشمل للأمن الاجتماعي ضد التطرف والغلوب والإرهاب والعنصرية وقيام ثقافة السلام إذن وسيلة تحقيق هذا والأمن الثقافي تقدم ثقافة إنسانية لذلك لما طرحنا مشروعنا في أوروبا على اعتبار أن نحن نشرف على المناهج الدراسية نضمن لكم أنها مناهج إنسانية تساعد أبناء العرب هناك على اندماج مع مجتمع مجديد حتى لا يعيش قضية أو سميه لاغتراب المفهوم الفلسفي هو عايش في فرنسا مثلا ولكن حس بنزاع نفسه هو اغتراب مضاعف هناك ليس فرنسيا وفي تونس ليس تونسيا أو في أي بلد عربي هو اغتراب مضاعف هو سراع الهوية نسميه سراع الهوية أيضا عندنا إن شاء الله في 30 نوفمبر لقاء مع وزير التاريب الألماني ببافاريا على هالخصوص هذا لنقدم رؤيتنا العربية لنا أهداف كثيرة نحن العرب وعي لمشكلة أبنائنا نقدم رؤية صحيحة لثقافتنا العربية لغتنا العربية لما نعلمه العربية ليس فصل أبنائنا عن مجتمعهم الأوروبي ولكن نساعدهم على الاندماج على الاندماج بالعكس نقطة إذا فيها حبيب نقطة أخرى يجب أن نترحى وضعية المرأة في العالم العربي ليست في حالة تجانس في تونس ربما ترصد وتتابع وضعية المرأة أفضل بكثير لا نقول هذا من باب ربما المزايدة لكن الوضع يختلف في تونس بسبب نضالات وتراكم تاريخي وما سوى التربية كبوابة توعية الشعوب بحقوق المرأة والمساواة وشفت أكيد الجدال الدائر في المجتمع المدني والمجتمع السياسي في تونس على موضوع حقوق المرأة والمساواة كيف يمكن أن تدفع لالكسو في هذا الباب نحن الركز أول شيء كان موضوع الاجتماعي أمس اليوم على الهدف الرابع أول هدف هو التعليم المنصف الجيد المنصف معناها تقرائي ديمقراطية التعليم وتكافل خرصة بمعنى أن يشمل الطفل والمرأة والعاجزين والمهمشين إذا نحتاج إلى قوانين تكون تدعم هذا الاتجاه نقدم حتى مناهجنا براية إنسانية تنظر كمواطن ليس تراك بالناحية بذل تذكرت موضوع مهم برشة المهمشين أو فئات غير لا تنتمي إلى سكان البلد خلينا نقول يسمون في الخليج الوافدين هؤلاء أبنائهم يدرسون في مدارسهم الخاصة التابعة لدولهم أو ليس فاراتهم لكن ثمش تفكير أن الألكسو تسعى في هذا الباب وهي خطابها إنساني نحو أنسنة أو ديمقراطية التعليم كما سميها طبعا نحن نقدم نتكلم عن الحق في التعليم حق لكل الناس حق في التعليم لما أقول حق في التعليم هذا حق قصيل وحتى لما نطرح اليوم وجهت نظرنا أن يا جماعة الخير لما يتكلم عن حق في التعليم هذا حق المواطن على الدولة الغضية مش هبة من الدولة خلنا نكون واضحين هو حق وواجب تعرف برقيبة في زمن ما أعمل إجبارية التعليم هو بالإلزامية تتحني في المشرق للإلزامية حق وواجب على الدولة بالتالي حتى في رجلك للعقد الاجتماعي أنا كمواطن أتنازل عن جزء من حريتي للسلطة السياسية مقابل تقدمني خدمات التي منها الحق في التعليم وبعدين وليس أي تعليم تعليم منصف جيد وذلك يكون أيضا الجودة ما هو ليس يتقدم للتعليم الردي ومن ثم تحسب عليه التعليم وبالأخير لا يخرجني إنسان لا يزود من مهارات العالمية الحديثة مجرد قراءة وكتاب إحنا قفزنا في الدول العربية من مرحة القراءة أو الكتاب العالي لا المهارات الحديثة لكن التجانس مازال مفقود للأمانة دكتور 180 درجة فرق ما بين دولة عربية وأخرى لا أتحدث عن نسبة الأمية طبعا أو نسبة التمدرس حتى في مواضيع كل التي ذكرنا ديمقراطية التعليم الولوج للتعليم والنفاذ للتعليم المناطق الناية وصعوبة الوصول ثم بعض مدارس في دول العربية حتى في تونس عنا في الجهات مدارس متعبة حالت الأليكسو تساهم في تدعيم المدارس ما تحبش أقول الفقيرة أم التي توجد في مناطق صعبة الوصول إليها ربما لا هي قضية تأثير التعليم نحن مثلا المشكلة الآن مشكلة الأمية كافحنا السنوات الآن بسبب الأزمة التي تعاني بعض الدول العربية نزاعات المسلحة إذن صرنا ردة أخرى رجعنا تقدمنا أربع خطوات رجعنا خطوات صار هناك في طلب عدم الالتحاق في المدارس أصلا وهناك تسرب وهذا نرجع قد يكون بؤر لتطرق قد يكون بؤر للإرهاب قد يكون أيضا نوع من انتقام من المجتمع حرمان الفتيات من التمدرس وغير حرمان وذلك مع الأسف وجدنا نسبة الأم لدى الفتيات أكثر من البنية لأن بعضهم أنها تتزوج أو أنها خلاص لا وثمن ليفرض عليها دكتور طبعا فأحنا نحتاج إلى وعي عربي بهمية التعليم بهمية حقوق الإنسان سواء امرأة أو رجل أو طفل أو معاق أو هذا مواطن حتى أي كان شكله من المشكلات لذلك حتى ثقافتنا عربية ثقافة إنسانية بطبيعتها يعني بطبيعتها فأحنا نصل شيء موجود بالأساس لا نخترق يعني إذلك أنا ضد الثقافة إنسانية الآن ربما في هذا الزمن السائل ربما الموضوع فيه قولين ثم يقولك ثقافتنا منغلقة مركزية أيضا نفسها الأفضل في العالم وهذا المنطق الذي يردده المتشددون ومن نشر فكرة الطرف نحن ضد غضية خير أمة أخرجت للناس والفرقة الناجية هذا الموروث لها سياق ديني خاص لكن أنا أتكلم عن كمجتمع لما نتكلم نحن على تحصين يعني سؤال هو هذا يعني تقريبا إذا فهمت نحن محصن ثقافتنا أي ثقافة سؤالنا الآن كعرب فعلا ونحن مختلفون في هذا الجواب أي ثقافة سنحصنها ثم تجاه ماذا سنحصنها يعني هناك من يعتبر مثلا الإنفتاح على الحداثة والإنفتاح على الكونية شكل من أشكال يعني تدمير الثقافة وهناك من يعتبر أن الأصيل والدخيل والخصوصية والهوية والخصوصية هذا سؤالي حتى الذي بدأت به يعني الأليكسو يعني تؤسس لمفهوم مشترك لهذه الثقافة في رؤيتنا لأنفسنا في رؤيت هل هي رؤية واحدة نحن كعرب نفسك المجال دكتور سعود فضل من خلال صراحة من خلال أنا يعني زياراتي للدول العربية نحن كلنا متفقين في الأمان والتطلعات نعم لكن من أين نبدأ هذه الخطوة الغائبة لكن نحن نأكد أن ثقافتنا أرمج بتاريخ ألا ما تكلم عن تونس أنا لا أرى تونس الحديثة أرى تونس بن خلدون أرى تونس القيرواني أرى تونس زهر الأداب أرى تونس سحنون بيت الحكمة بيت الحكمة إذن هذه لكن أنا ضد الانقلاق ورفض ثقافات أخرى وأيضا ضد التماهي مع الآخر والذوبان فيه بالضبط ناذا ثقافة وازن هذه نقطة النقطة الثانية الثقافة بطابحة إنسانية تنتقل من أحنا بدأنا في الصينية ومن ثم في الفرعونية ومن ثم في اليونانية والترجمة ديمة هي المدخل نعم وهذا يدعونا إلى نفتاح اللغات الأخرى ونشجي حركة الترجمة بشكل كبير والاطلاع الآن نتكلم عن مثلا الأمريكا اللاتينية أنا قاعد أقول أمريكا اللاتينية غزت العالم في الرواية وفرضت اللغة الإسبانية لو لا ماركيز ولا ماريو يوسا ولا سكارميتر روايين هم من أوصروا فحمل اللغة الإسبانية إذا نملك ثقافة ومن ماذا نحصن هل أنتم متفقون من ماذا نحصن يعني باجتماع للوكلاء والوزارات نحن التحصين ضد الذوابان وفقدان هويتك تحصين ضد التشدد أيضا مطلوب في المناهج التربوي هناك آيات خلينا نقوله بكل وضوح وأسلوب مباشر في تونس نطرح كل شيء على الطاولة ونتناقش هل ثمت مراجعات أو إمكانية مراجعة لبعض النصوص التي قد يساء فهمها أو توجه الناشئة وجهات غير تلك التي نريد ما نسموناه أنتم في شرق المناهج نحن نسميه برامج مقرر هل أنت تطرح مراجعات لبرامج التعليم ومضامينهم أهو من الصدفة أنا كنت وكيل وزارة للمناهج فنعايش هذه المشكلة عن كثب وحتى سؤلت في أكثر من اللقاء هل نلغي التربية قلت ما نلغي التربية الدنيا ولكن نقدمها بخطاب إنساني بخطاب التقبل نبتعد عن التكفير نبتعد عن عزل الآخر نبتعد عن إذن في أشياء جميلة لكن نحن نبحث عن نقاط الاختلاف ونترك النقاط يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرت بجانزة وقف نعم وكانت لغير مصر قالوا يا رسول الله قد أليست بنفس إذن هذه الدين سماحة سماحة ونترك لكل وقت حرية معتقدة وحرية مش طالما أنه يحترم حرية الآخر الحرية تنتهي لذلك يعني جونس تاير تقول الحرية فعل اجتماعي إذا لوحدك ما يتنفعك حرية لكن أنا أعيش مع الآخر إذا نحترم معتقد الآخر أي كان هذا الآخر نقول الآخر قد يكون دين قد يكون شخص قد يكون معتقد قد يكون ثقاف قد يكون لذلك نرفض الإنقلاق لأنه ضد المبدأ الإنساني هل تعتبر من ضمن تحصين تحصين ثقافتنا وهويتنا تواجه رياح العولمة المستلبة وعلى رأسها مثلا مسألة الصهينة والتطبيع هل ترحتم ذلك تطبيع التربوي والتطبيع الثقافي غضية الصهينة نحن أول شيء نرفضها كمبدأ إنساني لأنها تقوم على العنصرية أصلا نعم ونرفض العنصرية أيضا أصلا قامت وانت سمعت إشارة لك جميلة جدا لما ذكرت في اللاجئين فلسطينيين أنا في الفترة هذا البارح وكانت إشارة جميلة جدا ونحي تلفزيون تونس أنه يرفع هذا الصوت في كل مرة فصحي ضد المبدأ الإنساني مش حتى الإسلامي أو العربي هي ضد المبدأ العالم كله فأحنا في مناهجنا نطرح القضية هذه نرفض العنصري أي إن كانت شكل نتواجه مع الآخر وحتى ترى يعني الثقافة العربية كان صناعها أيضا غير المسلمين وغير العرب الدواوين الفرس عملوا الدواوين عملوا إضافة ترجمة اللغة العربية وضعها غير عربي ترجمة المعاجم الحديثة يعني لاحظ وضعها مسيحي لبنان وكانوا ناس عوبيين وكانوا لغويين التيار القومي العربي للمفارقة بدأه مسيحيون لبنانيون وسوريون لذلك حتى أنا نريد قومي عربية ليست قومي عنصرية ولكن من حقي أنا أعرف قيمتي وأعرف أنا وجودي وحدودي وأيضا أحتك بالآخر إذن إحنا الانقلاق هذا ضد الإنسانية والتماهي التحصين ما سقفها إلى أين يمكن أن تصل الثابت والمتحول في الدين والنص الديني المؤسس يمكن الخوض فيه أنا لازلت أتكلم عن السياسات العامة يعني لذلك تعزف عن المجتمعات العربية دعونا نكون صادقين لا صحيح البخاري مثلا وأشياء تقرأ لا وجهة أو مصداقية لها فكثير مما يقال وهي مراجع ثابتة قد ترتقي إلى حكم المقدس في بعض مقرراتنا أنا أقصد أن تعرف الدغوة العربية تختلف من تركيبات الأيديولوجية يعني فيها طابع الديني السائد وهناك طابع الليبرالي لحد ما إنجاز التعبير بين الضفرين على كلمة التونسيين لكن نحن نقول أن ما يتوافق مع ملطية العصر يجب أن يؤخذ وتكون لكن أنا من أنصار هو تحقيل المجتمع بثقافة صحيحة مع الأيام ستختفي الثقافة السلبية مثل ما يطرح البضاعة الجيدة تقصي البضاعة الرديئة كما يقال في المنهج الاغتصادي إذا نشكر لا بد أن نقدم ثقافة لكن أهم شيء أنا ضد العنصرية ضد أيضا النرجسية ولطلق نحن أفضل العالم لاحظة الدول العربية كلنا نقول إحنا ممتازين طيب عجب من هو سيء فينا هذا كانت فكرة بهذا السؤال نختم معك دكتور سعود هلالة الحربي مدير عامل يونسكو المنظمة العربية الأليكسو عفوا ثم تشابه صوتي كبير عدرا في المباشر منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نحييك نحيي جهود هذه المنظمة ونشكرك على تكرمك بقبول دعوتنا للحديث عن هذا الحدث المهم أنا لشكر لكم جدا وفرصة سانحة جدا يكرر شكر يعني الدائم لتونس يعني رئيسا وحكومة وشعبا الشعب التونس العظيم الذي وجدنا منه كل الترحاب لذلك أنا أقولها وأنا مدير المؤمن مسؤول عنها وجود المنظمة في تونس أنتم في بلدكم دكتور في أرض الثقافة والتربية والعلوم شكرا مرة أخرى